اشتركوا في القناة المكان ومحيطه والوجوه التي ترتاده بشكل يومي لن يستوقفهم الوجه الشاحب لعبدالغفور فقد الفوه وصار جزءا من المشهد دائم الحضور يبدو لقصر قامته ونحافة جسمه مراهقا في الخامس عشر او السادس عشر في وجهه صفرة تعلو سمرة سحنته يبدو سقيما ذاك الشاب الذي يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما يقولون عنه مجنون ولا يستقيم ما يدعيه كثيرون مع هدوء طبعه يعيش عزلته يتجرع الامه في صمت قليلا ما يسمع له صوت فيما مضى من اعوام قبل ان يعتريه السقم كان يرى وهو يساعد المسافرين في حمل امتعتهم الى سيارات الاجرى ومرات شهد وهو يساعد باعة متجولين في المدة الاخيرة كان يشاهد متوكئا على جدار بجانب المحطة وفي مرات نادرة يكون في محيط سوق سبتة لا يمد يده ولكن نظراته التي تختزل الامه ومعاناته كانت تكفي لتهز النفوس الطيبة فتجود عليه بدريه مات احيانا وفي حالات اخرى يكون نصيبه من الخبز او من الفاكهة حين يحصل على ما يحتاج اليه يختفي قليلونهم الذين يعرفون انه يعود الى منزل في زنقة متفرعة عن الشارع الكبير حيث تسكن والدته وثلاثة من اخوته منزل من طابق ارضي له باب من حديد اتى الصدأ على جزئه الاسفل من مكان عداد الكهرباء الذي فقد غطاءه منذ زمن بعيد تطل اسلاك كصغار الافاعي مكان عداد الماء ثقب في الجدار لا يظهر منه شيء سوى قطعة خبز يابسة وضعها احدهم هناك بعد ان قبلها وهو يلتقطها من الطريق لا ينفتح باب منزل عائلة عبدالغفور الا حين يخرج منه او يلجه احدهم وما يلبث ان يغلق لا احد من الجيران يقيم علاقة مع تلك الاسرة التي يشاع ان كل افرادها فاقدوا عقل او انهم عصابيون يندر ان تغادر امهم التي يشبهها عبدالغفور منزلها ذاك الاطفال والشباب الذين هم في مثل عمر عبدالغفور لا يعرفون قصة تلك الاسرة ولا يسألون ولكن الكبار ممن هم في مثل عمر ام عبدالغفور التي لا يعرف احد اسمها يقولون ان تلك الاسرة كانت في البدء تعيش حياة عادية يعمل الاب في ضيعة للبرتقال يديرها اسباني وقد انجب من زوجته اربعة ذكور وثلاث بنات وحدهم السكان الاقدامون في الدرب رأوا تلك البنات لما كن صبيات لا يتجاوز عمر كبراهن الثامنة يقال ان الاب الهادي فارق زوجته تلك بعد ان اكتشف انها حاولت ان تلقمه لحم كلب في وجبة سحر اعدتها بمساعدة من شقيقتها التي كانت تأتي من العرائش لزيارتها من حين الى اخر تمضي القصة التي يتداولها الاقدامون باصوات خافتة من فم لاذن الى انه الزوج لما اكتشف امر السحر الذي وضع في وجبة لحم الكلب اجبرها على تناوله وانها حتى تثبت براءتها مما يدعيه اكلت وناولت ابناءها الاربع من تلك الوليمة فاصيبوا جميعهم بالجنون لم تنج من ذلك السحر الا البنات الثلاث وقد اخذهن معه في القصة المتداولة يغيب كل حديث عن تطليق الهادي لزوجته تلك ويلوف الغموض قصة وجبة لحم الكلب الذي سحر به وقيل ان الرجل كان هم بالزواج من ثانية وان زوجته ام عبد الغفور ارادت ان تستبق الامور وان السحر انقلب على ساحر الذين يعرفون الهادي كانوا يرونه من حين الى اخر يمر بالقرب من ذاك المنزل ممتطيا دراجته النارية لا يتوقف هل هو حنين ام شوق الى اولاده الذكور ثم انقطع عن المرور من ذلك الزقاق لما كبر الاولاد لعله كان يألم للمآل الذي صاروا اليها وليس هناك من شك في ان صفة الجنون التي الحقت بهم كانت تزيد من معاناته عدا عبد الغفور لم يكن الشبان الثلاثة يقومون بعمل ما يكسبون منه رزقهم وكانوا يعتمدون على ما يأتي به شقيقهم الاصغر ثم منذ بضعة اعوام خالتهم مبروكة التي جاءت لتستقر معهم في ذلك المنزل هي التي تأتي بالشمع للانارة في الليالي وهي التي تخبز لهم وتعد ما يطعمون كانت مبروكة المرأة السمراء ذات القامة المديدة الشخص الوحيد الذي يبادله بعض من الجيران التحية هي كلمات قليلة تشاهد شقيقتها ام المجانين كما ينعتونها وهي تطل من باب المنزل شبه المغلق تسترق السماء احيانا تطل بكامل وجهها تحدق في وجوه الجارات ولا تلقي اليهن بكلمة تغلق باب منزلها وتعود الى الداخل ولعلها استغربت كيف صدق الناس قصة لحم الكلب المسحور ثم يأست من ان يبدل الناس نظراتهم اليها وكما امسكت عن الخوض في هذا الموضوع امسك ابناؤها الاربع عن كل حديث فيه وكانوا يتفادون الجيران واقرانهم قليلا ما كانوا يشاهدون في الحي الا ما كان لحظة عودتهم الى البيت او مغادرته في العام 92 تسعمائة والف ذات صباح بارد من شتاء ذلك العام مضت ام عبدالغفور لتطمئن على ولدها الذي لم يغادر مرقده منذ عدة ايام حاولت ان توقظه ولكنه لم يستيقظ كان على الهيئة التي تركته عليها مساء ملتحفا بطانية بها اكثر من خرق اطلقت صرخة دوت في الدرب ثم علم الجيران من شقيقتها مبروكة ان عبدالغفور اصبح ميتا تطوع رجال من الدرب وجهزوه للدفن حملوه عصرا الى قبره ولم يعد يتحدث عنه احد بل ان ايا من الجيران لم يسأل عن سبب وفاته بل ان والده الهادي وكان لا يزال على قيد الحياة لم ير بين المشيعين بكت ام عبدالغفور ولدها الاصغر لعدة ايام لم يعد من معيل لتلك الاسرة سوى الخالة مبروكة التي كانت تعمل خادمة في البيوت وكانت تأتي كل مساء بما يفضل من طعام على مشغليها لتطعم تلك الافواه التي تنتظر في المنزل بعد بضعة اشهر اختفى الولد الاوسط كان اسمه حميد لم يسأل عنه احد ثم علم انه مات هو الاخر وقيل انه افرط في تناول المخدرات لم يسعى احد الى التحقق مما قيل ولا عرف له قبر بكت امه في صمت اكبر الاربع مبارك صار يغيب عن المنزل لفترات تطول كان يتجول في المدينة حافية القدمين بل انه كان احيانا يرى وهو يمطط القطار لا تعرف له وجهة ولا كان امره يهم احدا يغيب ثم يظهر من جديد بعد اقل من ثلاثة اعوام على وفاة عبدالغفور توفي الثالث في ترتيب الابناء الاربع للهادي كان اسمه علي قيل همسا في الدرب انه مات متأثرا بمرض السل الذي همس بذلك قال انه رأى فريقا من الصحة العمومية يدخل ذلك المنزل لفحص منبه ورش اركانه بدواء خاص قلت الحركة وصارت ام عبدالغفور ترى اكثر من ذي قبل كانت سيني عمرها تثقل خطواتها قيل انها شهدت تتسول عند محطة القطار وعند سوق سبت ايضا تجلس على قارعة الطريق وتضع امامها قطعة ثوب مربعة الشكل لا تقول شيئا وتبقى لساعات خافضة بصرها اقدام كثيرة تمر بمحاذاة وجهها دون ان تتوقف ذات مساء بعد ان عادت ام عبدالغفور وكانوا ينعتونها بام مجانين شب حريق في المنزل واتى على ما كان به من تلك الاغطية والافرشة المتلاشية تدخل الجيران رجال ونساء ويافعون شاركوا في اخماد الحريق كانت ام عبدالغفور تقف غير بعيد تتابع في صمت عملية اطفاء النار يومها لم تكن شقيقتها مبروكة حاضرة لعلها ذهبت الى العرائش حيث كانت تقيم قبل ان تستقر مع شقيقتها بادر الجيران بالتصدق ببعض الاغطية على تلك المسكينة كانت تتقبل منهم صدقاتهم بعين دامعة وما لبث ان دخل كل واحد الى منزله اغلقت الابواب في الزنقة اثر من المياه التي سخرت في اطفاء الحريق قد تكون ام عبدالغفور وهي تأوي الى ركنها تتساءل عما اذا كان ضروريا ان تحيق مصيبة بما بقي من اسرتها كي يتحرك الجيران ويظهر تعاطفهم وتضامنهم ولعلها تقول ان الناس في تلك الزنقة وربما ابعد منها لا زالوا يتوارثون قصة الكلب المسحور قد تكون تتساءل هي التي لا تنطق الا نادرا عن السبب الذي جعلهم لا يحاولون البحث عن الحقيقة الان وقد مرت كل تلك السنين لن يصدق احد ما قد تصدع به روايتها هي للذي حدث تلك التي حكتها لمبروكة لما احتدم الخلاف بينها وزوجها الهادي اخبرتها ذات مساء وهما حول موق دينار فقالت لها ان الهادي يريد ان يتزوج من امرأة ثانية بل انه تزوجها ابلغتها بانه صار كثير الغياب عن المنزل يزعم انه يذهب الى ضيعة الاسباني وانه زعم ما زعمه بشأن الكلب المسحور لما ذهبت تسأل عنه ذات مرة في تلك الضيعة فابلغوها بانه لم يكن يعمل يومئذ تلك حقيقتها التي لم يسعى الناس الى معرفتها لن يطول العمر بام عبد الغفور لتعلم ان مبروكا اخبرت بعضهم بتلك الحقيقة عاجلها السرطان وماتت على سرير مستشفى عمومي في العرائش الى حيث نقلتها مبروكا عاد الابن الاكبر مبارك من واحدة من رحلاته التي لم تعلم لاي منها وجهة محددة سأل عن امه لما ابلغته مبروكا خالته بانها ماتت بدا وكأنه لم يدرك ما قالته ثم عاد يسألها فاكدت له انها ماتت كانت في يده كسرة خبز اقتعد الارض ووضعها بجانبه حزن كما لم يحزن من قبل وكأنه يستشعر نهاية تلك الاسرة التي ما زال الجيران يتداولون وانهمسا انها كانت ضحية الكلب المسحور لم يمكث مبارك سوى ايام ثم علم انه مات تحت عجلات القطار اغلق باب ذلك المنزل وظل كذلك سنوات ظن الناس ان مبروكا عادت الى العرائش لن يأتي احد على ذكر اسباب تلك المأساة ولن يقول احد ان الترويج لشائعة الكلب المسحور هد حياة امرأة واربعة من ابنائها سيفضل الجميع الانصات لغرائبية الكلب المسحور الذي ربما لم يكن له وجود بالمرة اشتركوا في القناة